السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل لباسوا ويصحة جيدة غالياتي انتم ان شاء الله تكونوا هنين ومتهنين فيديو تالي يوم رح يكون روتيني شوية نشاط شوية حيوية واكيد وصفات ونصائح وشوية معلومات للان باشروا في الفيديو شوفوا بعض بعضنا اليوم هذا الوصفة اللي هي وصفة الروس كما كم تشوفوا هنا وش نحتاجوا وهو من المقادير اللي نحتاجوا هم البنات وش نحتاجوا نحتاجوا طرف درجاج بغيتي الحم بغيتي تستغني ليه تماما عندي شوية حمص منقع ليلى قبل في في الماء بصل روز انا استحملت البنات روز بسمتي مليح بزاف وما يتعجنش عندي التوابل هذو عندي طماطم مصبرة وعندي طماطم محب يعني وحدة مرحية لزي بيس عندنا ملح راس الحنوط لود ورقيك فلفل اسود شوية زنجبيل شوية فلفل احمر بودر او البابريكا وعندي شوية كركم هاذو وش نحتاجوا مقادير هذو هما وش بيزيد طبعا وعندي هنا يا خضر البنات درت من كل حاجة حبيبة حبيبة انتي وعدد افراد العائلة انتاعك اذا بزاف وياكلو الخوضة حطي في قدرة درت الدجاج درت البصلة المرحية ما تكونش كبيرة على حسب اكيد الحجم على حسب الكمية اللي احذريها لحت الطماطم للمرحية ثاني لحت الحموص لحت شوية الزيت والان نضيفه التوابل ونخلط الكل مع بعض ومبعد نحطه فوق النار ونبقى مرة لمرحة نحركها من جهة نجيب نحط الروز انتاعي كما كم تشفو الروز يتقيل يعني كيلة روز ضلت لها 3 كيلة ماء كما راك بتشوفوا البناء الماء سخون راني ندير فيه سخون لانه اه معتادين انه تحطي سع الماء معايز الغريات لحي الروز منها كان طريقتي كلواحد وطريقه دلت لها شوية فول اسود شوية ملح ونحطها فوق النار اكيد النار ما تكونش قاوية نقص عليها ونخليها الطيب في عقلها الان نروح للقدران تعيك ما كنتشوفوا مرة على مرة نحركها بش الدجاج هذا يتقلى مليح بعد ما تقلت راح نضيف شوية الطماطم مصبرة كما كنتشوفوا لح الطماطم تلحب ونزيد لها الطماطم مصبرة بش يكون فيها تعادل يعني فقط النار دائما ما تكونش قاوية هنا الروزة وهز الغلية مرة على مرة نطلع عليه هنا يرا هي تقلت بيون نظركها وش ندلها نظركها راح نمرقها يعني راح نمرقها بالماء الساخر ما نش راح ندل بزاف يعني قيس من فوبر هذاك الروز فقط لأنه لصوص تعل الروز تشي ثقيلة بعد ما هزت الغلية هنحط الخضر وتلقنا على حساب حجم العائلة نتاعك الآن نروح بما أنه مرقت وحطيت الروزي طيب استغل هذ الفرصة الوقت هذا وش راح ندل جبت السلطة وغسلتها يعني حاولت نعطي لكم تقريبا يعني روتين هاك خفيف خسلت السلطة بعد ما كما تغسلتها مليح رحت خسلت أو بالأحرى جبت المناشف المناشف تاع الكسراء واللي نمسحوا بهيد هنا كما تقول ماما المناشف والأسراء بتاع الكسراء واليدين تاع المطبخ عمرهم لا يتغسلوا في الماشينة لافي مع القش المهم حطيت شوية صابون رابيته وضفت له شوية سائل غسيلة أنا جتي نغسل بزف بهذا الماكتاع ماس بلوس ومبعد راح نروح نخلط مع هالمسخون الواش لأنه راح نرنخهم ذركاء ونحطهم على جانب باش نكمل خدمتي وشان ينكمل مبعد كي نخسل لماعن يعني بعد ما ناكلوا ونكملوا كي نخسل لماعن ونكمل في الأخر راح للمناشف نخسلهم وننشرهم يعني هذي طريقة اللي كبرنا عليها على أمهاتنا طبعا ربي يحفظهم هذي معتدين هكا باش المسخون وهذاك السائل يتخللوا وقت يعني ما همش ما يتوسخوش بزاف لكن ننظفوهم ها خلاص الآن بعد ما كملت حطيتو على جانب نحطو عليهم الطريق هنا يا الروز طبعا نشف من الماء كي ما كنتشفو دير هذي كثوقوب يعني الروز داعك نشف لكن حذري مره 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 طلي عليه يعودي نشفلك خلاص وجدرت غميتو بما بارد يعني شللتو وصفيتو حطيتو يكتر على جانب هنا رحت نوجد الطاولة نوجدها ننحيها من الطريق لأنه تقريبا مقاليم في بر الروز ورصوص بدأت تختار حطيت السحن والملعقة وشوكة حطيت الحواج اللي رح نحتاجهم واللي حنحط فيهم كامل حطيتهم في الطاولة هنا يا بعد ما اقتر الروز مليح ديتلو شوية ملح اه اذا ناقصة توملو حالي أنا الروح نقبل حطيتو بعد ما فار كما لكم تشوفو بعد ما يفار نحطوه في القصعة ونزيدلو شوية ما ونحركو ونخليه حتاني برد بعد ما يبرد كما كنتشوفو طفويرة ثانية لوحت قرن في الفل وحطيت الروز يفور طفويرة ثانية والاخيرة هاي هنا يا لصوص عقدة ثقالة لأنو لصوص تعرز جي ثقيلة 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 هذه هي من بعد ما وجد لي كلش يعني سجيت اموراتي انصبت خسلت صلاة حطيتها تنشف على جانب خسلت كما تشوفو شمخت مناش بتاع الكسر ولا سلاة بتاع الكسر حطيتهم على جانب باش كما بعد نكمل نخسل لما عن التوعي وننظفهم ما بقى لي وعلو بقى لي فقط وجدت الطاويرة اكيد رح اروح اخر حاجة نديرها اصرت شوية برتقال باش نشربو عصير طبيعي وان شاء الله هالخطار جاية نعطلكم عصير ثاني ما شاء الله عصير طبيعي بالفواكه هاي يكي بعد ما كملت وجدت الطاويلة وجدتها مع بعض انا يعني قدمتها حطيت الصلطة حطيت الروس حطيت العصير البرتقال وهكا نكون وكملنا فيديو تاني ومشا الله هتجربوها وتردوني بالخبر كل ما تكون نصوص ثقيلة لبنات ومليحة وفيها تعادل في الملوح طبعا جيبني نشوفو لصوص كيف هي عقدة لبنات هذا ما كان بالصحة الخواتات وشاهدكم في الجنة ما بقال نقولكم في امان الله وفي الملتقى فيديو جاي ان شاء الله نحبكم بزاب بزاب السلام عليكم اشتركوا في القناة